شرع الرئيس النيجيري محمد بازوم في حملة عسكرية لمحاربة الإرهاب الذي توسع بشكل كبير واستطاع أن يزعزع أمن البلاد منذ تنصيب الرئيس المنتخب محمد بازوم وبوادر الإنقلاب تتجل في النيجر فبعد هدوء لسنوات ظهرت مجموعة مسلحة تهدد أمن البلاد التي تعاني الفقر والمجاعة والتصحر أعتقد أنه من بين المؤشرات لدينا المؤشر الأول وهو المتعلق بعملية إطلاق صراح مجموعة من الإرهابيين الذي تجاوز عددهم أكثر من 200 عنصر في إطار صفقة وفضوحة مكشوفة لفرنسا مقابل إطلاق صراح رهينة فرنسية التوتر يعود مرة أخرى على شكل هجمات إرهابية لزعزعة الأمن بعد استهداف مواقع للجيش وقوى أمنية شن على إثرها الرئيس بازوم حملة عسكرية لتطهير القرى من جماعة بوكوحرام وتنظيم داعش الإرهابيين على الحدود وتاريخيا وكبنا بأنه كلما كان هناك اضطراب في المناخ السياسي في منطقة الساحل كلما وكبه اختراق وتوغل وتمدد لنشاط الجماعات الإرهابية الرئيس نيجيري قال إن الجماعات الإرهابية التي تسعى لتدمير البلاد تمتلك دعما وقدرات كبيرة لذلك يجب توخي الحذر في هذه المرحلة ترجمة نانسي قنقر